في الخبر الآخر هننقل معاك على الخبر تاني وهو الحكومة بتنفي توجيه تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة لغير مستحقي بسبب أخطاء في قواعد البيانات طبعا أي مبادرة الدولة بتعملها أي نوع من الحاجات الإيجابية اللي منشوفها بتلاقي عادة انتقادات بيطلع يقولك إيه؟ لا ده أكيد ما بيوصلوش لمستحقينه تكافل وكرامة ده بقى له سنين الحقيقة المبادرة دي من التضامن الاجتماعي وبتوصل لناس كتير جدا 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 بتستحق بشروط قوية جدا أنها تدخل في برنامج تكافل وكرامة لو حضرتك شايف أن حركة استحق تكون في هذا البرنامج وما بتوصلش لمستحقي التوجه لوزارة التضامن الاجتماعي بطلب للاندمام لبرنامج تكافل وكرامة وسريعا هراجع مع حضراتكم إيه هي شروط الاستحقاق للاندمام لبرنامج تكافل وكرامة ببدئيا بداية بيكون الأسرة المتقدمة لها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة ست سنين وبيتردد الطفل والأم لازم يكون بيترددوا على الوحدات الصحية وفيه إثبتات بذلك بيكون الشرط التاني أن يكون الأسرة لديها أطفال من ست ست سنين لحد سن 18 سنة ولازم تكون الأولاد دي بتروح لمدارس والمدارس دي بتتابع وجودهم وحضورهم بشكل مستمر وفيه نجاح من سنة لسنة علشان يدخلوا برنامج تكافل وكرامة الموضوع الثالث هو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي هو ده الشرط التالث مع عدم موجود زوج لأنه يعول الأسرة الموضوع الرابع بالنسبة لبرنامج كرامة بيكون للمسنين فوق 65 سنة وبيكون أصحاب العجز أو الناس اللي هي عندها مرض مزمن بيكون صعب عليهم أن هم يشتغلوا فيه طبعا كمان تبع برنامج تكافل وكرامة للأيتام ودهت حسب شروط خاصة وفيه وجود لموانع الصرف طبق للتحققات المختلفة